وإذن أقرأ على الهاشتاغ محمد المحرقي يقول ألف ألف مبروك لمنتخبنا السعودي الفوز المستحق على أستراليا وخوكم محمد المحرقي ألف مبروك وبو عبدالعزيز جمال عار ألف مبروك ألف مبروك للأمة السعودية من جميع مناطقها كل السعودين اليوم الحمد لله في برعة غامر أنا الحقيقة يعني أسعدني اليوم إنك قد ما زعلت من برعة الصين اليوم كنت سعيد جدا إننا نحنا نروح لكاس العالم ونحنا متوجين بالصدارة وهذه حقيقة لأول مرة تحصل في تأهل المنتخب السعودي ألف مبروك لقائدنا ومليكنا الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وألف مبروك لملهمنا الأمير محمد بن سلمان الحقيقة إلا دائما وأبدا في كل مجال فهو داعم ومحفز ومهتم بكل صغيرة وكبيرة ألف مبروك للأمير عبدالعزيز بن ترك الفيصل للحقيقة واجه كثير من المصاعب لكن الحمد لله هذا العمل الكبير اللي بنشوفه في الرياضة بشكل عام ألف مبروك للأستاذ ياسر المسحل حقيقة لرجل صبر وتحمل وأنا حقيقة عجبني لما لقطة البلانتي كان طريقة شوف كيف تفاعلوا مع يعني فرحة لكل السعوديين فرحة لكل العرب والفريق العربي الأول ومنتخب العربي الأول اللي يتأهل لكاس العالم ألف مبروك منتخبنا الحقيقة حتى لو كان فيه طبعا ظروف متغيرات والتشكيلة تجد المنتخب هذا ما يتغير نفس الأداة نفس السيستيم وهذا حقيقة عمل من رينارد الحقيقة اللي وجهه الشكر الجزيد وإن شاء الله بإذن الله وأشكر من اختار رينارد للأمانة حقيقة اختيار موفق وكمان ننسى نشكر كابتن محمد أمين والأجهزة الإدارية والطبية والمساعدين لرينارد حقيقة عمل وإحنا الحقيقة الآن في زحام من النعم إن شاء الله بإذن الله منتخبنا يعالج بعض القصور الموجودة الصغير وإن شاء الله في كاس العالم نقدم أحلى مستوى شفت الأخضر يمشي كده كده إيه كده كده على قطول كده كده على قدام يمشي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ونقدم مستوى أفضل من كل التاهل في الفترات الماضية وإن شاء الله إحنا قادرين طالما هناك دعم وتحفيز وقدرات وأمكانات تسخر لهذا المنتخب